فترة استيلاء الجيش على السلطة في السودان وما أعقبها من تظاهرات وأعمال عنف أو قاعد قتل بين صفوف المحتجين لم تمر دون عواقب إجرائية رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أقال قائد الشرطة خالد مهدي إبراهيم الإمام ومساعده اللواء علي إبراهيم وعين مكانهما مديرا عاما جديدا هو اللواء عدنان حامد محمد عمر فيما لم يحدد حمدوك أسباب عزل الرجلين إلا أنهما كان يشريفان على قوات الأمن التي تصدت للتظاهرات الأخيرة وأوقعت 42 قتيلا حمدوك العائد إلى منصبه بعد اتفاق سياسي مع الجيش أكد أن أولويته هي وقف إراقة الدماء ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين بعيد السيلاء العسكري على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها سهدفت رؤوس وأعناق والسدور المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم بدوره أعلن مجلس السيادة السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان تعيين اللواء محمد صبير مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية كذلك عين المجلس الفريق أحمد المفضل مديرا لجهاز الأمن والمخابرات وكان المفضل يشغل منصب نائب مدير المخابرات